لعلك تتساءل الآن يا أخي الكريم، ما الخطوات التي يجب أن يقوم بها معلم اللغة العربية حتى ينجح في إعداد خطة درسه اليومية بشكل جيد؟ هذا ما نتناوله بالتفصيل الآن. سوف نتحدث عن خطوات إعداد خطة الدرس اليومي، ماذا يجب عليك أن تفعل حتى تنجح في إعداد خطة درسك بشكل جيد؟ أولا، يجب عليك أن تبدأ بقراءة الموضوع الذي تنوي تدريسه قراءة واعية عميقة مع تحديد الأجزاء الرئيسية في هذا الموضوع والأفكار الجديدة والحقائق والمبادئ والمعلومات التي ترى أنها ضرورية ويجب أن يتقنها الطلاب عند دراسة هذا الموضوع. ثانيا، يجب أن تبدأ في صياغة الأهداف السلوكية بشكل دقيق ومحدد لكي تجيب عن التساؤل التالي ماذا سأعلم طلابي في هذا الدرس؟ إن المعلم الذي ينجح في التخطيط هو المعلم الذي يستطيع أن يحدد أهداف درسه بشكل جيد. هذا التحديد الواضح والدقيق للأهداف هو الذي يضمن للمعلم أن يختار كل عناصر خطته بشكل ناجح بل وبشكل متميز. إذا حددت أهدافك بشكل واضح، فإنك سوف تختار كل الإجراءات التي توصلك إلى تحقيق هذه الأهداف بشكل ناجح. لذلك فإن الخطوة الثالثة تتمثل في تجهيز وإعداد المواد والوسائل التعليمية المناسبة. هذه المواد والوسائل التي تشمل مصادر التعلم والكتب والمراجع والبطاقات واللوحات والعروض الإلكترونية والأفلام التعليمية ومواقع الإنترنت التي يمكن أن يعود إليها الطلاب. كل ما من شأنه أن يساعد المعلم والمتعلمين في تحقيق أهداف الدرس، يقوم المعلم بتجهيزه وإعداده في الخطوة الثالثة. رابعاً على المعلم أن يتوقف ليحدد خبرات تلاميذه السابقة التي يمكن الاستفادة منها في الدرس الحالي. وهذه خطوة مهمة وأساسية لأن معلم اللغة الناجح يبدأ من المستوى اللغوي لتلاميذه. خامساً على المعلم بعد ذلك. أن يبدأ في اختيار التمهيد والمقدمة المناسبة لموضوع الدرس والمشوقة للتلاميذ التي تثير دافعيتهم والتي تحمسهم لدراسة هذا الموضوع. المقدمة التي تبين لهم أهمية دراسة الموضوع والفائدة الشخصية المتحققة من دراسته. المعلم الناجح يحدد بكل دقة المدخل الذي سوف يدخل من خلاله على تلاميذه ليقنعهم بأهمية بل وبضرورة دراسة الموضوع. سادساً ينتقل المعلم إلى وضع تحديد دقيق لإجراءات التدريس الخاصة بكل هدف. بحيث تشمل هذه الإجراءات أولاً حدد ماذا ستفعل أنت كمعلم لتحقيق هذا الهدف وهو ما نسميه أسلوب التدريس. ثم حدد ماذا سيفعل طلابك لتحقيق هذا الهدف وهو ما نسميه الأنشطة التعليمية. ثم حدد ما قد تحتاج أنت إليه أو يحتاج إليه طلابك لتحقيق هذا الهدف وهو ما نسميه الأجهزة والمواد والوسائل المعينة. سابعاً على المعلم أن يحدد التقويم المناسب لكل هدف حيث يختلف التقويم من هدف لآخر. فهناك هدف يصلح معه التقويم الشفوي وهناك هدف يصلح معه التقويم الكتابي وهناك هدف يصلح معه التقويم الأدائي العملي. ثامناً على المعلم أن يحدد بدقة شديدة الزمن الملائم لكل هدف وإجراءات التدريس الخاصة به وكيفية تقويم هذا الهدف بشكل تقريبي. ثم ينتقل المعلم في خطته إلى الخطوة التاسعة وفيها يختار الواجب المنزلي المناسب لموضوع الدرس والمناسب لمستوى المتعلمين. أخيراً فإن على المعلم أن لا ينسى أن يسجل العناوين الخاصة بالمكونات الروتينية لخطة درسه. هذه الخطوات العشرة تمثل أهم ما يجب أن يقوم به معلم اللغة العربية لإعداد خطة درسه اليومية إعداداً ناجحاً وفعالاً. ترجمة نانسي قنقر